اهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحية بداية لكل الاهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة واهلا وسهلا بكم بعد اسبوع ممكن نوصفه الحقيقة بانه كان اسبوع رائع الاسبوع ده شاهد فيه الاهل الموجهتين في غاية الصعوبة وفي غاية الاهمية صعوبة من حيث المنافسة على البطولة واستعادة الصدارة وقد كان طبعا بداية الاسبوع عرض قوي جدا قدام بيراميدز وانا اتكلمت معاكم كورة وكلمت معاكم نتائج وختمناها بالفوز على انبي بنتيجة 2-0 طول ما الكيرف في الطالع ما تقلقاش عندنا كلام كتير جدا في حلقة النهاردة كلام طبعا يخص صفقات الاهلي سواء اللي تمت بالفعل وتم الاعلان عنها ونتكلم عنهم بالتفصيل اول التي لم يتم الاعلان عنها واقول لكم موقف تحديدا كمان يعقوب النهائي وليه كان فيه كلام كتير قوي على يعقوب وعندي كلام مهم جدا للجنة الحكام الاختبار الاول والحقيقي لمارك لاتنبرج هنتكلم على كل التفاصيل بس خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم أهلا وسهلا خالد عبد الفتاح أولى صفقات الأهلي في المركات والشتوي يعني الحقيقة باك من الباكات المميزة واللي كان عليه على عين في الموسم ده تقلق بشكل كبير جدا ما سموحة الحقيقة يعني تقدر تراهن على الخامة أرقامه كلها الحقيقة دفاعيا وهجوميا مميزة جدا ولكن يبقى طبعا أنه بالنسبة لخالد نفسه ده نهاية مشوار طويل يعني عشان أطعم بداية رجلي لعمست الكرة لغاية لما وصل أنه يلبس تيشرت النادي الأهلي وإذا جدي بنسبة لك يا خالد نهاية مشوار فيها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بداية حلم يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك أنت تكون قد المسؤولية وقد مستوى طموح وأحلام جماهير النادي الأهلي ويكون بداية تحدي جديد لأنه في كتير من اللعيبة الحقيقة اللي كانت متقلقة وكانت تجوم في فرقها لكن مع تيشرت النادي الأهلي حاجات كتيرة جدا بتختلف نتمنى إن شاء الله أنك تكون قد المستوى وقد التحدي وتكون إضافة لسكواد النادي الأهلي ما عندنا شك في قدراتك ولا إمكانياتك ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك تكون إضافة قوية لسكواد مش بس طبعا خالد عبد الفتاح لكن طبعا محمد الضوي كريستو نجم الكرة التونسية جوهرة الكرة التونسية كما أطلق عليه الحقيقة في الفترة الأخيرة واحد من نجوم إن لم يكن النجم الأهم والأبرز في صفوف النجم الساحلي التونسي مؤخرا انضم أيضا لنادي الأهلي واحد من الصفقات اللي هتتقايد تحت السن حقيقة محمد الضوي كريستو واحد من اللعيبة اللي تحب كوريتهم يعني فيه لعيبة كده لما بتلمس الكرة بتباني إنها لعيبة تقيلة ورغم إنه هو يمكن صغير في السن لكن حقيقة شخصيته شخصية لعب كبير لاعب يستحق إنه يكون موجود في صفوف الندي الأهلي وتقدر تراهن علي إن شاء الله بقوة زي ما أعلن أمير توفيق مدير التعقدات في ندي الأهلي إنه تفاصيل التعقد يعني ما كريستو هتكون لمدة أربع سنوات ونصف وده طبعا بعد ما تم الانتهاء من كل الإجراءات بقى الإدارية والمالية واكتاز اللاعب الكشف الطبي ويمكن الجميل في الموضوع إنه الرسالة جات له من علولو التونسي المصري ابن النادي الأهلي طبعا اللي كان حريص على إنه يبعث رسالة لمحمد ضوي كريستو قبل بداية رحلته مع نادي القارن مع العملاق والمارد الأحمر النادي الأهلي تعال نشوف معلول قال له إيه عزيز جعقوب واحد من اللعيبة اللي ترددت أسمائها تقريبا تقريبا يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل برامج الرئيضية صفقة الأهلي اللي كانت محتملة دايبين لك ليه دايبين إحنا في قناة الأهلي رغم إنه بيكون عندنا التفاصيل من بداياتها ما بنعلنش عن الصفقة أو عن ضمام زي ما أعلننا كده عن خلد عبد الفتاح ومحمد ضوي كريستو إلا ما بعد ما تتم العملية التفاوض والاتفاق على كل التفاصيل واجتياز الاقتبارات الطبية بشكل تام ومن بعدها نعلن لأنه وارد جدا في أي لحظة من لحظات التفاوض أو الاتفاق إنه جد جديد أو إنه يحصل حاجة مفاجأة لأي طرف من أطرافها بالتالي ما تتمش الصفقة لكن خليني أقول لكم إنه رغم إن فيه كلام كتير قوي على يعقوبه في الثلاثة أو أربعة تيام الأخيرة وكتير منه والحقيقة مغلوط مش هرد عليه يعني ما يستهلش الرد لكن خليني أوضح لجمهور النادي الأهلي حاجة أو نقطة واحدة مهمة هو لعب جيد بكل المقاييس وأنا شخصيا حقيقة من أول ما سمعت الاسم وبدأت أتابع وأتفرج على الولد والحقيقة مهاجم إمكاناته كبيرة جدا جدا كنت أتمنى الحقيقة إنه ينضم لصفوف النادي الأهلي ولكن خد بالك من كلمة ولكن دي وحط تحتها مية خط الرهان بيكون دايما على إيه كلامك طبعا كان عن إصابة حصلت له يمكن من أكتر من ثلاث سنين ورغم إنه الحقيقة الولد استمر بعد الإصابة دي وتقلق وأحرز عدد كبير من الأهداف وشارك بشكل مستمر يعني ما حصلوش حتى ابتعاد نتيجة إصابة مباراة واحدة يمكن لعبها كبديل لكن ما فيش مباراة غاب عنها مع فرقته وكان متقلق وأحرز عدد كبير جدا من الأهداف وصنع فرص كبيرة جدا كلام دي على مدار موسمين فاتوا طب السؤال هنا ليه الأهلي تخوف من فكرة التعاقد معاه وليه الموضوع تحول من فكرة التعاقد لفكرة الإعار هنا في نقطة مهمة جدا لازم تاخدها فيه الأعتبار بما إنه اللعب سليم في ناس بتسأل بما إنه اللعب سليم وبيشارك ومتقلق وبيسجل وبيهدف ومتعرضش الإصابة من بعد العملية الجراحية اللي حصلت له من أكتر من ثلاث مواسم من الأهلي ما تمش التعاقد هنا بيخش في الأمور بعض الشيء رؤية لها علاقة بطبيعة المنافسة وطبيعة المشاركة وطبيعة عدد البطولات والكرة في البرتغال تختلف تماما عن الكرة في مصر وأفريقيا والمستوى المنافسة اللي بيلعب فيه عقوبه في البرتغال يختلف تماما على مستوى المنافسة وعلى مستوى الضغط العصب اللي يتعرض له هنا طبيعة الأرضية اللي بيلعب فيها في البرتغال مختلفة تماما عن معظم ملاعب الكرة في مصر بالأسف شديد جدا التي لم تتطور وبالمناسبة يعني ده واحد كان من الموضوعات اللي طرحتها قبل كده وأتمنى أنه ومعنديش منع ترحى مرة واثنين وثلاثة ده ليه علاقة بتطور مستوى الكرة في مصر إحنا تقريبا تقريبا تمانين في المائة من ملعبنا أرضياتها لا تصلح ولا ينطبق عليها معايير أو مواصفات الدولية لملعب كرة قدم باستثناء الله وهم يعني استاد القاهرة واستاد بورج العرب ويمكن استاد السويس الجديد مع عدد ذلك عندنا مشاكل كبيرة جدا حتى في استادات الكبيرة لكن خلينا أرجع لموضوعنا مرة تانية عدد المباريات اللي هيخدها يعقوبه مع الأهلي تختلف عدد البطولات اللي هيشارك فيها وبالتالي عدد المباريات اللي هيخدها يعقوبه مع الأهلي تختلف تماما عن عدد المباريات وبالتالي هنا ممكن يكون في علامة استفاهم هنا ممكن يكون فيه تخوف من تجدد الإصابة عشان كده لجأ الأهلي لفكرة الإعارة عشان يتطمن على قدرته وعلى عدم تجدد الإصابة وبالتالي إذا نجحت التجربة يبقى فيه تعاقد نهاية بس حبيت أوضح النقطة دي لحضراتكم لأنه في حالة جدل كبيرة جدا أثيرت هل ده معناه أنه مركاته الشتوي اللي أهلي انتهى؟ لا أنا بقول لحضراتك سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأجنبي يعني لعبين مصريين أو محليين يعني أو لعبين أجانب هينضموا الفريق النادي لأهلي لا بقول لك لسه المركاته مفتوح وفي أسماء كتير جدا مرشحة بإذن الله لانضمام سريعا وهرجع لها لاحق لكن النقطة دي في غاية الأهمية والنقطة مرتبطة بأمين عمر وليس أمين عمر الإسم ولكن أمين عمر الحكم لأن القصة اللي حصلت مع أمين عمر على خلفية مطش الزمالك وأصال نتمس أمين عمر فقط لغيره لكنها تمس هيبة التحكيم المصري وتمس كل الحكام المصريين وده اللي أنا قلت عليه في بداية الحلقة الوقع دي والموقف ده هو الاختبار الأول والحقيقي لمارك كلاتنبرغ والحقيقة إحنا في انتظار وفي لهفة عشان نشوف إزاي هتكون ردود الأفعال في التعامل مع أمين عمر اللي تجاوزت أنا بتكلمش بس على حجم التجاوز اللي حصل في ملعب المباراة لكن بتكلم كمان على التجاوز والإهانة والخوط في الشرف والعرض أتعلق بحكم مصري إزاي هتتعامل معه لجنة الحكام ومن وراها ربطة الأندية ومن وراها اتحاد الكورن ما حدث مع أمين عمر هو حالة إرهاب مكتملة الأركان وبالتالي إذا لم يتم الرد عليها ورد الاعتبار للتحكيم المصري وللحكام المصريين وليس فقط أمين عمر أعتقد ده بيكون إرساء لمبدأ الإرهاب كلنا هندفع ثمنه أتمنى إن شاء الله نحن نشوف رد فعل يتناسب مع حجم الاتهام اللي تعرض ليه أمين عمر إمبارح الحقيقة هفصل معكم عن الكورة وروح لمشهد رائع مشهد مطيف جدا إمبارح كان فيه مصرحية اسمها إحنا بالألوان زي ما حضرتكم شايفين كده على شاشة العرض المصرحي ده أقيم إمبارح على مصرح الهناجر في دار الأوبرا وكان الحقيقة مجلس دارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب حارسين على حضور العرض المصرحي وكان معهم طبعا كتير من الشخصيات طبعا كابتن محمود الخطيب سيد خلد مرتجي وزير عمري فاروق وغيرهم طبعا من أعضاء مجلس الدارة وكان فيه مسؤولين كبار من مجلس شباب والرياضة العرض ده قدموا أولاد النادي الأهلي 43 موهبة من داوي الهمم تم التحضير للعرض يمكن على مدار شهور طويلة في فرع الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر تحت إشراف لجنة داوي الهمم واللجنة العليا للجان ويمكن كابتن خطيب كان حريص أن يطلع على استيج للولاد نفسهم ويتصور معاهم وبعد انتهاء العرض المصرحي هنى الولاد ودهم زي شهادات تقدير مجهود خرافي على فكرة اتبازل في العرض ده وخليني أقول متابعي قناة الأهلي إن شاء الله قريبا جدا وحصريا هتتابعوا العرض المصرحي بشكل حصري يعني على شاشة الأهلي قريبا جدا قبل ما نكمل حلقاتنا نروح لفصل ونرجع لحضراتكم هل كانت صفقة كريستيان رونالدو مع ناصر السعودي هي صفقة كبيرة أولا من عرض تقيل الوحيدة أولا حتتوالى الصفقات ده واحد من الأسئلة اللي لابد أنك تطرحها خصوصا بعد ما تعرف أنه إيدن هازرد نجم طبعا منتخب بلجيكا ونجم تشيلسي سابقا وريال حاليا مرشح وبقوة للانتقال أيضا لدولي السعودي الكلام مش بس الحقيقة على الكرة البلجيكية لكن كلام على الكرة الأفريقية اللي يمكن ظهرت بشكل مختلف في المونديل الأخير وخصوصا أنه ضفنا كان واحد من مديل فنيين الكبار اللي اشتغلوا في أفريقيا تولى مسؤولية المنتخب الجزائري وكان قبل كده برضو مديل فني للمنتخب البلجيكي جورج ليكنز هو ضفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية نرحب به أهلا وسهلا بك على الشاشة الأهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة شكرا جزيلا على مقدمتك الجميلة وأنا سعيد جدا بالتواجد في قناتكم في هذا الاستوديو ده شيء يسعدنا ويشرفنا وفي أي وقت بلدنا يعني تسعد بأنك تكون موجود فيها ويريد طبعا لو تشرفنا هنا في قنات الأهلي نكون سعداء جدا بوجودك معنا خليني أبدأ مع المنتخب البلجيكي وأنا واحد الحقيقة من المتحيزين للتجربة البلجيكية وواحد من المحبين والعاشقين لكتير من النجوم البلجيكيين منهم يعني كراسكو منهم إيدن هازرد منهم طبعا كيفين دي بروينا وكنت حزين الحقيقة على الشكل اللي ظهر به منتخب بلجيكا في البطولة تفسيرك لده ايه أو تبريرك لده ايه وهل مارتينيز الموديل الفني الأسباني يتحمل وحده ومسؤولية الإخفاق ولا بتشوف انه دي ممكن تكون نهاية جيل مميز في الكرة البلجيكية لا لا اعتقد ان هذا الجيل قد ادى اداءا سيئا بسبب المدير الفني فقط ولكن بسبب مدير الفني وبسبب ان الفريق لم يكن مستعدا لكأس العالم في قطر الفريق اخر تجمع له كان منذ ثلاثة او اربعة اشهر في دور الامم الاوروبية وبعدها تجمع الفريق لمقابلة مصر كما تعرف الفريق لديه لعبين كبار والمفترض ان يكون لدينا اداءا كبيرا كذلك ولكن ما حدث اننا وجدنا العكس هازرد كان غاضبا دي بروينا كان غاضبا الفريق لا يوجد به التجانس المطلوب الفريق لا يلعب كفريق فكما رأينا لا اعتقد ان الامر خاص فقط بالمدير الفني ولكن الامر ايضا خاص باللاعبين وبالمناخ العام بالفريق اعتقد انهم لم يؤدوا بشكل جيد وخصوصا امام كندا والمغرب الامر بطبيعة الحال لست مستحقا للتأهل كاس العالم في قطر كان رائعا ولكننا قدينا اداءا سيئا يعني نهاية مرحلة مارتينيز هل بتشوف انه كان يجب ان يرحل في هذا التوقيت او يتم الاتفاق على رحيله رأيك في الاصوات لانه حتى بعض النجوم في المنتخب البلجيكي يعني راملو لوكاكو كان يتكلم مثلا انه فيه رغبة لدى اللاعبين في المنتخب البلجيكي يعني يتولى تاريون ري لنجمل الكرة الفرنسية طبعا والي اشتغل في بعض الوقات مع المنتخب البلجيكي كان يتولى المسؤولية المدير الفني للمنتخب البلجيكي اعتقد ان مارتينيز قد ادى اداءا رائعا على مدى الست سنوات الماضية فالرجل لمدة اربع او خمس سنوات كان مذهلا روبرتو مارتينيز انتهى عقده بالفعل لم يتفق مع الاتحاد البلجيكي على التجديد فبالتالي الامر كان متبادلا وبالنسبة لما قاله لوكاكو وبعض زملائي الامر يختلف بين مدير فني الخاص بالمنتخبات او المساعد مدير فني الامر يختلف فالمساعد دائما ما يكون قريبا من اللاعبين يعرف طبيعة الفريق يعرف ما يحدث وتيري اونري خصوصا يعرف ما حدث جيدا في روسيا وقطر كذلك ولكن الامر يختلف اذا كان مديرا فنيا للفريق ولكن ربما نرى ذلك في المستقبل يوجد الكثير من المرشحين لدينا مرشحين كبار اكبر من تيري اونري اعتقد ان ديشانب كان على وشك عدم التوقيع مع فرنسا والتوقيع مع بلجيكا كان لدينا اسماء كبيرة كديشانب هو قائد جيد ولكن بلجيكا تحتاج تحتاج لمدير فني قادر على اعادة بناء فريق جديد لمنتخب بلجيكا ربما مارك فيلموتس ربما تيري اونري اذا كان المدير الفني القادم استطيع ان يفعل ذلك ويبني الفريق خليني هنا اسألك شوية على فكرة المدرب الوطني يعني حتى لو بصنا لنسخة كس العالم الاخيرة او على اقل التأدير بصنا مش كلمة على منتخبات كبيرة زي المانيا وزي اسبانيا وزي يعني زي البرازيل منتخبات نعرض تقولوا كلهم كانوا مرشحين لكن هما خرجوا مبكرة لكن لو بصنا حتى للمربع الذهبي فرنسا الارجنتين المغرب كرواتي يعني انهم كلهم مدربين وطنيين سكلوني في الارجنتين ديشان في فرنسا ريجراجي في المغرب داليتش في كرواتيا يعني ازاي بتبص الفكرة انه على المدير الفني او على المسؤولين على المنتخب بلجيكي ان يفكروا ان يكون المدرب القادم مدرب وطني وهل في مدرب وطني يستطيع ان يتولى مسؤولية المنتخب بلجيكي في الفترة المقبلة نعم يوجد الكثير من المديرين الفنيين المحليين يقودون الكثير من المنتخبات كما ذكرت انت ديشام والرقراقي وداليتش واعتقد ايضا ان المدير الفني المحلي الوطني يستطيع ان يقود منتخب بلجيكي يعرف كثير من اللاعبين على مستوى المحلي فهذه فكرة جيدة ان يقوم الاتحاد بلجيكي بالاعتماد على مدير فني وطني اعتقد انه سيكون قادرا على ولكن بالنظر الى طبيعة المسابقة اللاعبين الان معظمهم يلعبون خارج البلد واذا اعتمد المدير الفني فقط على اللاعبين الذين يلعبون بالفرق الكبيرة فلا يكون الامر جيدا اعتقد ان بالنظر الى ايدين هازرد كان يلعب بريال مدريد ونظر الى تاريخ الاصابات الكبيرة الذي عاناه فالاعتماد يكون على جميع اللاعبين وليس فقط الاسماء الرنانة يجب ان تتابع مسار اللاعب لوكاكو كان يؤدي بشكل جيد ولكن مؤخرا لم يعتمد عليه بشكل كبير فبالتالي يجب النظر الى البطولة المحلية بشكل كبير كما ينظر المدير الفني الى الدوريات الاخرى صحيح ويمكن التأكيد على كلامك او على نفس وجهة النظر دي ان المنتخب المغربي مثلا مواحد من المنتخبات اللي ما كانش مرشح على اطلاقه وما بيدمش اسماء رنانة من العادة التقيل ولكنه نجح في تقديم الحقيقة نفسه بشكل قوي جدا وظهر بشكل اكتر من رائع في بطولة كسر العام ونجح انه يوصل تجاوز بداية المنتخبات كبيرة زي بلجيكا في دور المجموعات زي اسبانيا والبرتغال من بعدها ويصل للمربع الدهبي نعم نعم انت محق تماما اذا كان لديك الروح والجرينتا الخاصة بالفريق ويشعرون انهم يقدمون شيئا لمنتخب وطنهم فهذا هو المطلوب لم يكن لدينا الكثير من الاندية الكبيرة كالمانيا واسبانيا وانجلترا ولكن كان لدينا الروح وهذا ما حدث مع المنتخب المغرب اذا وضعت اللاعبين المناسبين والذين لديهم الروح والحمية الخاصة بفريقهم بمناسبة المغرب يعني انت كان لديك تجربة مع الكرة العربية والافريقية اعتقد توليت مسؤولية تدريب المنتخب الجزائري ازاي تتبعت تطور الكرة العربية في الوسخة الأخيرة من كاس العالم ازاي شفت مشاركة المنتخب السعودي ومشاركة المنتخب المغربي او حتى المنتخب التونسي في البطولة نعم كان اداءهم رائعا خصوصا المغرب كان يتحلوا بالتنظيم المناسب والدعم الكبير من بداية من ملكهم حتى الجماهير المشجعة لكرة القدم كان لديهم الدعم الكبير فاعتقد ان المغرب كانت هي الان افضل منتخب افريقي ايضا توليس لديها فريق جيد ولكن على المستوى المادي والدعم لم يكن كبيرا مصر كذلك لديكم منتخب جيد استطيع ان اقول ان مصر اذا صعدت تستطيع ان تصنع الفارق ولكن لننظر اذا كانت مصر قادرة على التأهل والمتابعة ولكن المغرب ولكن المغرب ادت اداءا رائعا واتمنى كذلك لمصر اذا تأهلت وعادت لكاس العالم حديث الساعة في الوقت الحالي يمكن صفقة انتقال رونالدو انتقال حر طبعا اللعب السابق في منشستر ولكن انتقل للدوري السعودي ازاي شفت الخطوة دي ازاي تبعت انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر ونهاية مشواره في اوروبا لا الامر ليس بخصوص انتقالا عاديا ولكنه انتقال بمقابل مدي كبير جدا اعتقد انه سيكون سفيرا لكاس العالم اذا فازت به السعودية اعتقد انه سيكون لن يكون مطلوبا منه اداءا جيدا فقط ولكن الامر سيكون ان يطلب منه ان يكون سفيرا فوق العادة في المنطقة الخليج لدينا رونالدو الان 37 او 38 عاما ولكن لنرى اذا كان قادرا على الاستمرار على نفس المستوى الكبير ولكن الامر صعب ولكن رائع لكريستيانو رونالدو ليس سهلا عليه ان يكون عليه هذه النقلة الامر كبير الكلام ايضا الحقيقة مش بس مرتبط بالرونالدو لانه في بعض التقارير في الصحف الاسبانية قالت انه في اتصالات ما بين المسؤولين في نادي النصر ونجم المنتخب البلجيكي ونجم الريال ايدن هازرد هل انت مع فكرة انتقال هازرد عشان يكون بيلعب جنب كريستيانو رونالدو في النصر وازاي بتشوف تأثير ده كمان على انتقال النجوم بعد كده للعب في الدوريات العربية لا اعتقد ان ايدن هازرد سيذهب الى السعودية اعتقد انه سيستمر مع ريال مدريد حتى اذا انتقل الى ايدن اخر الامر ليس بخصوص المال فايدن هازرد لن يوافق لا اعتقد انه سيذهب هو ربما يريد المال ولكن اذا خير بين الامرين فسيبقى في ريال مدريد اعتقد انه اذا عاد الى بلجيكا سيكون الامر افضل له لانه كان في ناديا كبيرا ومطلوب الان في اندية بلجيكية اذا توقف الان ربما يتوقف على المستوى التنثيل المنتخب ولكن هو لازال صغيرا بالنسبة لي يستطيع ان يقف على شيئا ما ويستطيع ان يؤدي للمنتخب والنادي الذي يلتحق به جوج ليكنز الموديل الفني السابق لمنتخب بلجيكا والجزائر بشكرك شكرا جزيحا مشاركتك معنا وما زالت الدعوة قائمة اذا فكرت يوم من الايامناك تزور مصر اهلا وسهلا بك ويساعدنا دايما استقبالك ويكون شرف لنا لو تقابلنا هنا على الهواء ده كان لقاءنا مع جوج ليكنز خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا اهلا وسهلا بحضرتكم مرة تالية طبعا كلام اللي انتم شفتوه مرتفط بمواجهة الاهلي اللي جاية امام المصري للبورسعيد ان شاء الله يوم الخميس اللي جاية على بلعب برج العرب واحدة من اربع مواجهات متبقية للنادي الاهلي ممكن تقول عليهم في اطار طبعا التحضير والاستعداد لكاس العالم وهي بالتأكيد مهلة وليلة وخصوصا طبعا مع السفقات الجديدة لكن اللي بطلوبه من جمهور نادي الاهلي او عنوان المرحلة المفترض يعني اللي جاي هو صبرا جميلا سواء على الاسماء اللي هتنضم ان شاء الله بإذن الله ومنتظر انها تظهر زي خلد عبد الفتاح وزي كريستو وزي اللي جاي وراهم ان شاء الله بإذن الله او على لعبتنا اللي يمكن تكون شوية بعيدة او مش فأعلى مستواتها انا عارف انه العرضين الاخيرين اللي قدمهم الاهلي قدام بيرامدز وقدام امبي طمنونا الى حد كبير وخصوصا ان فيهم كتير من النقاط الايجابية وفيهم بعض السلبيات اللي هنحاول نحن نوقف عليها طبعا مع نجمنا النهاردة فيه السادسة كابتن اشرف ممضوح بيشرفنا وبينورنا استمتع به دايما وكالعادة مساخير كابتن اشرف مساخير يا احمد ودايما انت عارف ان سعيد وانا جدا جدا بسعد لك والله يا اشرف يعني ابتدي الحقيقة من من الخطوتين او المحطتين الاخيرتين يعني محطتين جم بعد فترة مش عايزة سميها تعثر لانك برضو في النهاية وارد فيش فريق بيفضل اكسب طول الوقت لكن انت يمكن في ثلاث ماتشوات ورا بعد انك انت تخسر ست نقاط منهم ماتشوات الى حد ما كانت تحت السيطرة كانت في المتناول يعني عايزة سميها ايه ماتشوات مفترض انك انت قادر تحسامها خلت الناس تقلق شوية جي عرض بيراميدز نتيجة كويسة رغم ان الكورة ما كانتش احسن حاجة لكن التكتك اللي هي بي مستر كولر الروح اللي كانت موجودة عند كتير من العيبة المستوى اللي ظهر به السولية السكور اللي انت حققته في نهاية المباراة طم للناس بعد كده عرضة افضل بكتير قدام امبي سيطرة واستحواز وصناعة فرص كتير كتير ودي ممكن نحية نقطة الوحيدة اللي عايزة اقف معك قلقاني شوية وفوز بنتيجة 2-0 شفت التطور ده ازاي شفت كيرف الاداء ما بعد ثلاثة تعادلات وبعد الفوزين ازاي واحنا كنا هنا قبل مباراة بيراميدز تحديدا لو فكر وتكلمنا انه من اهم النقاط اللي لازم نادي الايلي يرجع بيها هو الجمهور لو فكر وده تكملة اللي كلامك النهاردة في بداية الحلقة ان جمهور نادي الايلي هو اللي حيرجع الفرقة دي مع غرفة ملابس نادي الايلي وكلمنا ان اللاعبين الكبار في فريق نادي الايلي هما اللي يقدروا مع التجمع اللي موجوده مع التكاتف ومع اللي عودة الروح مرة تانية عشان فنيات موجودة لعبين الجايديين موجودين في نادي الايلي ولكن انت محتاج روح جديدة دوافع جديدة عشان تقدر ترجع لمستوكل طبيعي والنتاج الطبيعي ده اللي حصل جمهور النادي الأهلي لم نستنى لحظة من وقت التعصر الموجودة من وقت الثلاث مباراة التعادل صحيح كان فيه غضب وكان فيه شوية استياء من النتاج والأداء خلينا ندي الناس يشعر برضو أس الجمهور سعب يزعل مني لما بقول أزبره أو استحمله أو مش وقت نحن نضرب أو نكسر أو لازم نعرف دايما إحنا إيه هدفنا ونحاول نحاول 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 لأنه في ناس كمان بتحاول تشتغل على الجمهور وده بيعمل ضغط كبير جدا وفي النهاية هجيب نتيجة سلبية كلنا هنبقى ما دايما لكن خلينا نقول برضو أنه هو الغضب ده بيبقى الدفع بتاعه أشرف أنه بيبقى فيه حالة بالذات في التوقيت ده أنت رايح يعني الناس كلها عنيها على كاس العالم وعايزة تبقى بجد متطمنة على شكل فرقة ومستويها أنه الفرقة دي راحة كاس العالم تعمل حاجة خلي بالك الغضب الكبير اللي احنا شفناه ده والأنزعاج الكبير احنا شفناه ده وأنت متصدر مزبوط يعني أنت متصدر الدوري وحسنت شو على مباراة من حول موسم من مبتدى لغاية النهار وأحسن خط هجوم وأحسن خط دفاع مش كويس في أفريقيا وتستعد الكاس العالم بأمدية ومجلس إدارة بيستعد الصفقات جديدة يعني أنت مش بشكل رائع جدا ومع ذلك انزعاج وقلق وتوتر وغضب من جميل نادي الأهلي نتيجة أنه خوف على نتاج النادي الأهلي وخوف على الفرقة بس من الأداء اللي كان موجود هو ده اللي بنقوله بس أنه الضغط الكبير ده أو الانزعاج الكبير والهجوم الكبير ده خلي بالك الجميل نادي الأهلي متهجمش لعبتنا ومتهجمش النادي ولكن بيبقى فيه غضب على السوشال ميديا أحيانا بيوصل للعيبة والجهاز الفاني أنه فيه قلق وتوتر وغضب كبير جدا عند الجميل ده بيسبب عليهم ضغوط كبيرة جدا وده اللي دايما بنقوله أنه يا جماعة برح شوية علشان لعبتنا قادرة أنها ترجع وقادرة أنها تعود لمستوى مرة تانية وتقدر ترجع للنتاج الجيدة اللي شفناها في المباراتين اللي فاتوا أنا شايف أن طبعا جماهير كان سبب كبير جدا جدا نرجع لسؤالك تاني طبعا جماهير كان لها دور كبير جدا غرفة الملابس نادي الأهلي واللعبين الكبار كان لهم دور كبير جدا جدا في اللعبها ترجع مرة تانية ميستر كولر والعودة مرة تانية للتنظيم اللي ابتدى بالموسم في 4-5 لقاءات الأولين قد إيه كنا متطمنين جميل النادي الأهلي متطمنة بشكل رائع جدا أنه لا فيه شكل وفيه أداء وفيه طريقة بيلعب بها النادي الأهلي تنظيم رائع وأكثر من رائع داخل الملعب قد نتائج وأداء كمان للنادي الأهلي أعتقد أن الأسباب دي هي اللي قدت أنه الأداء يرجع مرة تانية والنتائج ترجع مرة تانية هذا بشكل كبير في مطش امبي طبعا وشفته أكثر رغم أنك بتقول أن الأداء مكانش أحسن حاجة في بيراميدز ولكن أنا شايف أن التنظيم اللي كان داخل الملعب في مباراة بيراميدز يعني أفضل بكثير كمان من مباراة امبي يمكن أنت لعبت مباراة جميلة أكثر شوية في مباراة امبي ولكن التنظيم اللي كان داخل الملعب في مباراة بيراميدز والحرص الكبير جدا على طريقة أدائك أمام بيراميدز وطبعا احترام المنافس لا إداك النتائج والطريقة والأداء ده طيب أحطها لك بقى بالطريقة التي تأتي لها أنا كأهلاوي أنا كأهلي المكسب ليس فقط هو الهدف ولا الهدف ممكن في ظروف معينة في مواجهة منافس معينة أقبل أنه ملعبش كورتي عشان أوصل للهدف اللي أنا أعيزه تمام؟ في بعض الحالات الاستثنائية لكن الطبيعي بتاعي أنه أنا بالنسبة لي على مستوى هقول مصر وأفريقيا والوطن العربي هحددك مصر وأفريقيا الأهلي لا يخشى أحدا صحيح الأهلي أعلى من أي حد ده الطبيعي فإنما بيحصل عكس كده ممكن مرة يبقى دي أف وارد عتولت الأهلي كلهم في أفضل الأجيال خسروا مطشات وخسروا بطولات بيحصل طبعا صحيح؟ يعني منطقي لكن أقصد أقول إيه؟ إنه كورتي الأهلي مختلفة أو هجومية كمان وإنت اللي دايما بتبادل أنا عايزه في الأهلي يعني ما تبص لبداية الموسم وإنت لسه في بداية موسم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه في جهاز فني متأكد تماما أنه ما كانش قاري للفرقة اللي معاه ولا إمكانياتها موسم بيبتدي بعد فترة راحة سلبية كورتي الأهلي كانت كورتي الأهلي في اتحاد المنستيري هنا وهناك كورتي الأهلي في الزمالك في السوبر كورتي الأهلي ومطشات كثيرة يعني مش بس مطشين ثلاثة فهذا اللي أنا بقول لشان كي أقول لك في مطش أمبي حسيت أنه الأهلي قرب شوية من كورة الجمهور المستنيها فاهم عوزيك؟ الكورة الهجومية رغم أن كنت مطش بيراميز أنا متفق معك تماما خصم أقوى المباراة ظروفها أصعب التوقيت بتاعها بعد الثلاثة عدلات يقلقك ويوترك الضغوط اللي على العيبة في قط اللبس كتت كبيرة جدا وبره قط اللبس من الجباهير كتت كبيرة جدا أنه إنت أي نتيجة في بيراميز غير المكسب كانت هتخلي الأمور تتفقن بشكل مش كويس فبالتالي كل الظروف قبل مباراة بيراميز سؤول طبعا أنه مهم جدا اقتحق ماكس لكن أتكلم على شكل الكرة لا أنا كرة الأهلي في أمبي حسستني أننا تريد أن نرجع زي الأول الكرة الهجومية أنا معك في ده تماما كرة النادي الأهلي الهجومية والمبادرة الدائمة في أنك تختارق المنافس أو الخصم من الأطراف ومن العمق ومن التزديدات لا هناك كرة هجومية بشكل رائع جدا جدا في بيراميز وده نتيجة الثقة اللي اكتسبها اللاعب النادي الأهلي بعد مباراة بيراميز أو أثناء مباراة بيراميز لأنه أنت بشكل أو بآخر لازم تتعامل مع كل مباراة على حدة يعني مباراة بيراميز احترام المنافس واحترام أنه عنده إمكانيات مختلفة ولعبين مختلفين لا أنت احترامت هذا بشكل كبير جدا وأديت مباراة متوازنة بشكل رائع جدا سواء على مستوى الدفاع أو مستوى الهجومي وخرقت بنتيجة ولا أروع يعني ثلاث أهداف ولا أروع عمل كده فيهم كل حاجة أحمد يعني فيهم اختراقات من العنق وفيهم تسديدات وفيهم اختراقات من الأطراف وفيهم مهارات فردية للعبين ولعب بطريقة جماعية لا فيك كل ده حصل في مباراة بيراميز ضدك السقة الكبيرة جدا في مباراة إيم بأنك ترجع بهذا الشكل اللي بتكلم عنه الكرة هجومية للنادي الأهلي الطبيعية اللي بيلعب بها من بداية الموسم أنا شايف النادي الأهلي دايما قادر أنه يرجع ودايما قادر أنه يعود لمستوى مرة تانية بس الدروبات اللي بتحصل دي نتيجة أنه فيه منافسين يعني أنت مش بترعب لوحدك في الدوري طبيعي جدا أنه فيه وكلمنا ده كتير أنه الدوري أصبح عنده خمس ست فرق يعني بيدخوا أموال كتيرة جدا جدا عشان مش عشان يوقعك بس وعشان أنت كمان عشان هو كمان عايزي بقى متواجد أنا بشوف أنه طبيعي في مصلحتي أنا كأهلاوي أنا أحب دايما والبطولة تبقى والأهلي طول ما هو حاسس أنه فيه منافسة طول ما كل واحد يطلق أفضل ما عنده وبالتالي طبيعي جدا أنه يكون فيه من الخصوم أو المنافسين يعني طرق معينة لمواجهة النادي الأهلي سواء طرق دفاعية أو اللي بيحصل بعض المبارات هتلاقي فيها صعوبة كبيرة جدا في الاختراقات اللي بنتكلم عنها نتيجة التكتلات الدفاعية اللي بتحصل من بعض الفرق مش كل الفرق بتلعب بنفس الطريقة وبالتالي النادي الأهلي في مبارات امبي رغم التكتلات الدفاعية اللي بتكلم عنها دي احمد لا النادي الأهلي يستطيع يخترق من كل الجهات أو من كل الجهات في مبارات بيرامد زراو من مباركة مفتوحة وسجال يعني ولكن النادي الأهلي سيطر على مجرات الأمور بشكل كبير جدا ويستطيع نحرص ثلاث أهداف وكان أكثر فعالية أكثر فعالية فبالتالي الموضوع محتاج صبر شوية من جمهور النادي الأهلي الحمد لله احنا متصدرين بشكل رائع جدا وبفرقة خمس نقاط كاس العالم الأندية جاية مشين بشكل جاية في أفريقيا الصفقات اللي بنتكلم عنها الحمد لله هنتكلم عنها أكيد الصفقات الحمد لله ماشى بشكل جاية وبالتالي صبرا جميلا زي ما قلت لأن ده اللي دايما بنتكلم عنه لازم الدعم بشكل كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي والمتوقع دائما من نادي الأهلي أعتقد أنه ظروف مهيئة أنه يبقى فيه دعم أعتقد الأعصاب هدية جدا ناس التطمينة فبالتالي الدعم المعناوي والنفسي من جمهور النادي الأهلي الحقيقة لازم حي في كل مناسبة جمهور النادي الأهلي اللي بيحضر في مدرج من المدرجات وبيحسسن أنه الاستاذ مليان حقيقة الناس دي حقيقة نموذج شابوة يعني على الحب والانتماء لنادي الأهلي ومعندي شك حتى لما بيروحش برضو نفس الحكاية لكن أريد أن هذه الحالة تكون وصلة دائما لفرقتنا والجهازنا الفني واللعي أقف بس في ملاحظة أخيرة في المطشين دول على بعض أنت المطشين دول أحرصت خمس أهداف موافق جدا بس تقبلت شوالة أهداف برضو موافق جدا خدت ستة بونت موافق جدا 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 لكن عندي ملاحظة في 180 دقيقة أنك تصنع 17 فرصة مؤكدة ما تسجلش منهم غير خمسة دي بالنسبة لي أو بالنسبة لك أنت حاجة مقلقة ولا المعدل طبيعي ولا في حاجة محتاجين يشتغل عليه خلينا نتكلم أنها حاجة طبيعية أنت بتوصل كتير وبتضيع كتير لكن بتحرز أهداف وبتخرج بنتيجة اللقاء أنا عارف أصدق أنه يعني فلسكاوتين دائما بتضيع كتير خلي بالك أن دي مشكلة كبيرة جدا بتواجه دائما اللعب المصري في إنهاء الهجمات مش بس عندنا في ندلال عندي مشكلة كبيرة جدا في التركيز في إنهاء الهجمات في مصر تحديدا في اللعب المصري تحديدا عدم التركيز والتمركز السليم والبوزيشن اللي بتبقى موجود فيه داخل منطقة الجزاء حتى ميسر كولر يعني بيتكلم دائما أنه محتاج إنهاء الهجمات بشكل كبير لأنك بتوصل كتير ندلالي من أكتر فرق بتوصل مش بس في المبروتين دول عموما بشكل عام أنت دايما بتوهاجم دايما بيبع عندك المبادرة بالهجوم ولكن إلها هجمات فيه مشكلة لأ محتاجين نشتغل عليه طبعا محتاجين نشتغل عليه من الجناحات اللي عندنا من الجناحين اللي عندنا من المهاجم أعتقد أن إحنا مع محمد شريف وشادي أعتقد محتاجين مهاجم وده هنتكلم فيه أكيد محتاجين مهاجم أنت من آخر خمس أهداف تتكلم على أربع أهداف لعيبة خط النص أفشا والسلية والديانج وهدف وحيد طبعا وهذا طبيعي في طريقة اللعبة الجديدة طريقة اللعبة الجديدة القدمون من الخلف دايما بيبع عندهم فرص أسهل وأفضل أنك تحرز لها دي أولد زي ما كنتش على هدف ديانج في بداية الحلقة ده مميز جدا من أحلى هدف الموسم لغاية دماتي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظ ديانج يقدر يعمل ده كل مباراة ديانج عنده القوة والسرعة والمهارة والفينيش ليه جوال كتير جدا وليه طلعات كتير حتى لو مخلص أو مفنش واشتغل عليها بشكل كبير ساعده خدرة ديانج جد 3-4 جوان جوانين 3 كل مباراة يعني لو يعني ما عرفش ده بقى قصة مستر كولر بالتأكيد يعني أعتقد أنه بعد مشافة طبعا ده شغل مدير في الميطان أعتقد كمان لازم تشتغل وتراهن على ده لأن الولد إمكانياته تسمح بده أعتقد أن ده شغل جهاز الفني لأنه انت شفت السولية وديانج في آخر مباراة 2-3 لأ عندهم الزيادات دي خلف المهاجمين وعندهم يعني أوامر بالتزديد أو تعليمات بالتزديد من خارج منطقة الجزاء والتكملة خلف المهاجمين لأ عندهم ده وعندهم الإمكانيات اللي تخليهم يقدروا يحرزوا أهداف ويصنعوا الفرق مع الناد الآيلي خلي بالك لو تكلمنا عن أجيال قبل كده من أكتر الناس كانت تحرز أهداف فيها لعبة وسط المرعب يعني كلمنا عن حسن عبد الرب اللي كان عندهم قوة في التزديد وتركيز ودقة فيها بيحرزوا أهداف كثيرة جدا سواء مع عندياتهم أو مع المنتخب مصر شوئي كمان محمد شوئي حسام غيالي كمان عندنا اللعيبة اللي تقدر تعمل ده وعندهم الإمكانيات سولية وديانج حتى حمدي فتح يمكن شوية أقل في دي بلنها الهجمية بس على فكرة حمدي بيزيد جدا بيزيده بيحرز هدف أهوى وأحرز هدف أهوى وأحرز هدف راسه هيدر يعني ربما هو مش طويل بس بوزيشنينج والتاكوف بتاعه كويس وأحرز مع النادي الأهلي هدف كير بضربات راسه سولية وديانج عندهم الإمكانيات الكبيرة جدا وعندهم اللي قدروا يصنعوا بيش فرق فعلا مع النادي الأهلي في تكملتهم مع أو خلف المهاجمين سواء من التزديد أو المرور والانفراضات اللي حصل أو الانفراض اللي حصل زادي طيب عايزة روح معاك لمطش المصري بشكل يعني فيه تفصيل أكتر ويهمني كمان أبص معاك على اللي جاي لأنك ما عندكش جرر أربعة مطشات قبل ما تروح لكاس العالم مطلوب منك فيهم حاجات كتير يعني أولها طبعا أنك تكسب عندك مطشات في الدول يعني عندك مطش في الكاس وكلهم بالنسبة للجمهور كمان يعني ناس يهمها تشوف مستوى يطمنها على إنه الآن يجاهز بقى إن شاء الله الكاس العالم هتجرب لعيبة جديدة هترجع لعيبة جاهة من إصابة ملف كبير معقد هليني نتكلم فيه مع أشرف كابتن أشرف ممضوح بس ستسمحه لنا فصل ونرجع لك على طول خليني بقى يعني أتكلم شوية وأدخل في التفاصيل الخاصة بصفقتين الأهلي الجدد سأتكلم على طبعا موهبة الكرة التونسية وزي ما بيسمون جوهرة الكرة التونسية محمد ضوي كريستو واحد من الصفقات الجمهور نادي الأهلي حاطت عليها أمال كبيرة جدا وبالتأكيد طبعا هنتكلم على خالد عبد الفتاح لكن أنا عارف أنه جمهور نادي الأهلي مركزة أكتر في الناحية الهجومية خط الهجوم هو الشغل الشغل خليني أسمع رأي كابتن أشرف مرة تانية أهلا بك كابتن أشرف رأيك في صفقة كريستو شايف إمكانياته إيه الإضافة اللي ممكن إضافها لسكواد النادي الأهلي يعني هي دي نوعية الصفقات اللي مكلم عنها بقلنا فترة طويلة أنه أنت محتاج حد إمكانياته عالية جدا سن صغير عشان يزيد مع الفرقة شخصية أو المنتاليتي بيمتلك شخصية مميزة جدا شو ممكن تقول عليه يعني أنما شفت كورتو وتفرجت على كريستو لا تحسن أنه لعيب سوء لا لعيب عنده شخصية لعيب كبير هي دي الشخصية اللي نتكلم عنه وواضح أنه مع شخصيته ده كان عنده شغل كتير يعني يشتغل كتير وهو صغير لنسى 19 سنة فأعتقد أنه خاد شغل كتير من المدربين كتير كوينة الشخصية دي أو كوينة المنتاليتي دي عنده بمناسبة المدربين الكتير إحنا معنا واحد من نجوم التدريب في تونس كابتن إقبال الروادبي ده كان مديل الفني طبعا السابق لنجم السحالي التونسي وبالمناسبة كابتن إقبال هو أول من صعد محمد ضوي كريستو للفريه الأول في النجم السحالي فبالتأكيد يمكن أكيد هيضف لنا كتير أكيد طبعا يكلمنا عنه وعن صفقة انتقاله لنادي الأهل يا كابتن إقبال يعني أهلا وسهلا بيك نشكرك برشا على المداخلة الهاتفية مرحبا بيك ومرحبا بيك كابتن أحمد ومرحبا بكابتن أشرف مندوح أهلا وسهلا مرحبا بكم المشاهدين في قناة الأهلي أهلا وسهلا بيك خلينا نسمع رأيك بداية إزاي شفت صفقة انتقال محمد ضوي كريستو من نادي النجم السحالي النادي الأهلي المصري والله الحقيقة هو معنات كريستو لعب موهو أنا آسف على المقاطعة بس خليني أنوه برضو عن الصورة اللي على الهوى بلوقتي على الشاشة دي هي صورة كابتن أقبال مع صفقة الأهل الجديدة محمد ضوي كريستو زي ما قلت من شوية كابتن أقبال الروابي هو أول من صعد كريستو لصفوف الفريع الأول في فريع النجم السحالي تفضل كابتن أقبال قتلك كريستو معناتها وقع أن تدابه من وداد الحامة في صنف الإعزاني تدرج بكامل أثناء في الصنف الثانية حتى وصل للصنف الأواصل يعني كما تقولون تحت أندر 19 تحت 12 نا وشفت الخصال اللي عنده كما السرعة والقوة اللي يزود الخصال هذا مريزمين بكورة خدمة عطرية لذلك صعدتوا للصنف الأكابر باء وقت كانت عندي الأكابر باء صعدتوا وتصلت المسؤولين وأكدت لهم وأكدت عليهم بشي عملوا بوعاق تحت رافض 5 ستين في اللول كانوا متردين خطر ما يعرفوا شي وقالوا لي ما زالت زير قالوا لي نزيدا شوفوه لكن قلت لهم لاو شديد فيه صحيح وصلت حتى حديث مصير التدريبي في الميزان وقلت لهم يا محمد يعمل عكب ولا خلنمشي ما أنتم لا تكلم عنكم مش في أنتم خيقة ما أنتم خلنمش على راه يدونك واللاو عملوا له عكب وقتل مسكت الأكابر صعدتوا للأكابر لعب ممتاز لعب سريع قوي بدنيا قوي في التزديد يلعب الريباق الأيمن والأيصر يناجم يلعب حتى مهاجم ثاني قوي في الثنائيات لعب ممتاز لقيقة ستضعوا من هذه لأهلي لكن كما قلت أنت مش مستنسة تصير الصفقة تذية برشا في تونس نجم الزاحلي فريق سبير في تونس أهلي فريق سبير في مصر وإفريقيا ومنافس على الألقاب للنجم الزاحلي إذا كان نتطور كان نجم الزاحلي لا يوجد مشاكل مادية ولا يوجد مشاكل المتعليم ما كان نجم الزاحلي في السنة وانا أعتقد العلاقات الطيبة التي تجمع بين إدارة النادي الأهلي وإدارة النجم الساحلي أعتقد أنها واحدة من أكثر العلاقات المميزة التي ساهمت في إتمام الصفقة صحيحة علاقتنا باية مع نادي الأهلي فريق كبير نادي الأهلي وعلاقتنا باية معها لكن صحيحة كابتن أحمد كما قلت لكم كان كان مشاكل في النجم الزاحلي ولا لعب كما محمد الزاوي موهبة كما محمد الزاوي ما يتمش تفريطها بسهولة لفريق أجنبي كما نقول النجم الساحلي تخلى على محمد الزاوي على خاطر عنده مشاكل مادية الحقيقة نادي الأهلي ربحة برشا للعبة كما قلت لك لعب نتمنى ينجم يقدم يقدم مستوى خير من أكاك ينجم يتحسن في نادي الأهلي خاطر يلعب على كل ألقاب الممكنة يلعب كاشرعان ميلاديا مع أنت هو ده كان سؤالي اللي جاي لك بس كابتن أشرف ممضوح ليه سؤال معك كابتن إقبال فضل كابتن أشرف كابتن إقبال أهلا بيك طبعا وسعيد يعني سعداء بمكلمتك طبعا نتمنى لك التوفيق دايما سؤالي بس شايف ان الضوء ممكن يعني طبعا النجم الساحلي يعني سواء في تونس أو في أفريقيا شايف ان الضوء ممكن ان شاء الله تطور أو يتطور مع النادي الأهلي أكتر من كده انت أكيد اشتغلت معه فترات طويلة وعارف إمكانياته البدنية والفنية والزهنية وتكوين الشخصية كمان مع الضغوط هنا في النادي الأهلي شايف انه ممكن يتطور أكتر ويتحمل الضغوط دي كابتناشر في صحيح هو النهي مساحلي ديما تلعب في النهي مساحلي ولا نادي الأهلي ولا أي جمعية تلعب على الألقاء ديما تعيش في ضغط ديما تعيش تحت الضغط معانت محمد الضاوي وكريستو متسانس بالضغط ديما يلعب ديما يربح يلعب على الألقاء معانت الحاجة هذه مش مش تبدله الحقيقة في النهي مساحلي يتطور برشا لمحمد الضاوي خطر قبل كانت عنده نقايص صحيح كانت عنده موهبة كانت عنده القوة من اللي هو السغير كانت عنده السرعة من اللي هو السغير لكن كانت عنده نقايص تطلحهم تطلحهم تطلحنيهم أبعضنا يطلع لصنف الأكابر وبعد كل قناع يناجم يلعب في الأكابر يقتلها شديد زمان أكابر يطلعته ولعبت في الضاويس الكل كما قد يناجم يلعب معانت في الرواق الأيمن والأيسر وناجم يلعب في ركارات حربة كانت صحيح قبل أن يمتججج الأهداف قبل أن يصل قدام المرمى ويضيع برشا في ورسل لكن بالخدمة بالتدريب بالتدريبات خدمنا برشا قدام المرمى واللي يتججل أهداف أنا شوفوه في تونس يتججل ستة أهداف وجاب ثلاثة تاميرات حاسمة معانت تقدم عمل تقدم جيد يسر أفضل مركز يمكن يعني لو أخد تقييم حضرتك بل أفضل مركز شفت محمد دوي كريستو يلعب فيه في الملعب إيه يلعب عن رواق هو يلعب ساخو اليسر يلعب يلعب عن رواق الأيمن جناح أيمن يعني جناح أيمن يدخل الوسط ويضرب عنده تزديد كوي وعنده تزديد كوي إذا كان يفتح يفتح ينجم المرمى يبدأ مفتوح قدامه يبدأ يلعب على اليمين يدخل ويضرب يشوت يلعب يلعب على اليمين ينجم يوزع توزيعات قاسمة عنده توزيعات خليني أشرح لك الوضع المقبل عليه كريستو في الفترة اللي جاية أنت عارف طبعا قد إيه شعبية وجماهلات النادي لأهلي كبيرة وعريضة والأهلي مقبل والأهلي ينافس كما تعلم يعني على كل الألقاب وكل بطولات محليا وقران وعالميا والأهلي مقبل على مجموعة بطولات على مستوى عالي يعني نحن منتكلم طبعا الأهلي في صدارة جدول الترتيب في الدول المحلي عندنا مطشات مهمة عندنا مطشات صعبة منها ديربي مصر طبعا أهلي والزمالك وبتأكيد حاجة تعرف قديمه مباراة مهمة للجماهير ثم بعد كده الأهلي يسافر للمغرب عشان يشارك في بطولة العالم الأندية ثم معترك دولي أبطال إفريقيا هل بتشوف أنه الضوي جاهز للمشاركة وأنه يقدر يكون مرضوط سريع مع الفريق ولا تعتقد أنه صغر سنه وأنه تجربته ليس كبيرة من الأفضل أنه يتم الدفع به تدريجيا السؤال متعلق أكثر بالجماهير القرار في نهاية الميستر كولر لكن يقدر يتأقلم سريعا يندمج سريعا يتعامل مع التحديات والضغوطات الكبيرة في نفس الوقت ولا من الأفضل أنه يتم الدفع بالضوية تدريجيا في الفترة اللي جاية والله يمنشوف مع أن الضاوي اللعب ممتاز يدخل يندمج في صح في المجموعة عنده شخصية وليخافش بالبواجهات الكبرى هو كان يلعب في جامعية كبيرة نجم متأهلي جامعية كبيرة عنده مستنف بالضغط الضغط الأهلي أو لنجم متأهلي فماش فرق كبير عنده 100% بشلعب أساسي يجب أن يقلع نحن بلاستو في التمارين ويجب أن كبنا نعرفه في الناس دالي في مبارشة نوجه معده مسامي أكبر منه في العمر وفي المرسول وبتهيألي برضو سيساعد الضاوي كتير في بداية مشواره وجود نجم كبير جدا في الكرة التونسية وواحد الحقيقة من أفضل اللعبين اللي هدتنا بيهم الملعب التونسية سيساعد كريستو في بداية مشواره أكثر حاجة بيساعد كريستو هو علي معلول علي معلول خطر ينجم في نادي الأهلي ولعب برشة في نادي الأهلي وهو ظاهر لي هو يدخل في الجو في حجرات الملابس قبل المقابلات قبل التمارين يهيئ يكون حاضر نفس ثانيا وبدانيا يكون حاضر يقدي مستوى بها إذا كان يبدأ معك إطلاع بورتاز من الكوادر الفريق في النادي الأهلي والذي هو من أحسن ظاهير في إفريقيا ظاهر أيثر وتونسي كيف وكيف تتصور يستهل ذلك الاندماج في النادي الأهلي كما قلت أنت عنده برشة تحديات يلعب الدبلية البطولة والكاس والكاس إفريقي أو كاس إذا كان هذا كاس فريق يلعب كاس العالم الأنبياء برشة تحديات يلزم يعرف الظاوي على كيف النجم الساحلي كما الأهلي يلزم وريروحه لك خطر جمهور ميسامح جمهور ندي الأهلي ولا جمهور النجم الساحلي ورغم يتسامح يقولوش لو صغير وراو ما زل صغير وراو ما ندمش يلزم يلزم وريروحه في التمارين بشي نجم يلعب نجم الممر يقرل حسابه في اللعبة سواء يلعب كاساس ولا يقع يدمج في وسط اللعبة يلزم يلعب خمسة قق عشرة قق خمسة قق يلزم يلزم أدي مفماشة زي صغير ونصبر عنيه. إذا كما تمشيش في نادي الأهلي والبنادي نساح يروا يستغلوا عليه مهما تكون. مهما تكون انت بربع مليارات. أما أنا نتصور عندي فيه قصير الكريستو صورته خاصة على الانضيباط انتعوه. إن شاء الله بإذن الله كما هو إحساس وشعور ملايين من الجماهير نادي الأهلي نتمنى للضغوة طبعا كل التوفيق وأن يكون إضافة حقيقية إن شاء الله عبر عن إمكانياته وعن مهاراته مع النادي الأهلي. بشكر كابتن إقبال الرادبي طبعا المدير الفني السابق لنادي النجم الساحلي وكل الشكر طبعا المسؤولين في النجم الساحلي التونسي لتعاونه مع النادي الأهلي في إتمام الصفقة. عايز تقول ايه تاني عن كريستو. كلام مهم جدا على فكرة لقاله كابتن إقبال لأنه بيبين قد إيه إن ضغوة عنده شخصية بيمتلك شخصية قوية جدا. منتالي رائعة جدا تقدر تخليه خلي بالك اللعبين الموهوبين كمان اللي بيمتلكوا المهارات دي انسجامهم مع الفرق بيبقى أسهل بكتير من اللعبين العاديين يعني وجود علي معلول طبعا زي ما قلت أحمد هيفرق كتير جدا نفسيا بنسبة 100% أكيد. أسمعت رسالة أكيد طبعا 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 طبعا. أكيد وعلي من ناس يعني شخصية فعلا من الشخصيات الرائعة جدا. طبعا. اللي سعيدنا بيها متواجد داخل نادي الأهلي طبعا يعني شوف يعني كل الظروف مهيئة إن الضوء إن شاء الله يتقلق مع نادي الأهلي يبقى بس التوفيق وتمنى إن جمهور نادي الأهلي ما يعتبرش ضوء هو سوبر مان. يعني. ده اللي ينطبق عليه برضو صبرا جميلا. طبعا يعني مش عايزين. سواء ضوء أو خالد عبد الفتاحة أو غيره من الأسماء طبعا. يعني أكيد هيكون ليهم أكيد هيكون ليهم مجهود كبير جدا جدا كلهم دور إن شاء الله مع نادي الأهلي ولكن واحدة واحدة عشان الناس تنسجم وتقدر تقدي. في مقولة بتقول إنه ممكن إنك إنت يعني مثلا لما في صفقة جديدة في نادي الأهلي ممكن إنك إنت لما تجيبها من الدار للنار حتى لو كانت إمكانياتها تسمح وتحطها على طول تحرق أو إنه ضغط الجماهير اللي ما بتصبرش على يعني مستنية من دي وان الماكنة تطلع عماش برضو تحرق. طبعا ولعيبة كثير جدا جد كويسة جدا جدا بحاجة شدري يقلل من إمكانياتها على الإطلاق. ورغم كده يعني الضغط ده عملوهم بالضبط. يعني جمهورنا الحمد لله جمهور واعي جدا وعلى دراية كبيرة جدا. وأتمنى إن شاء الله إنهم يعني صبر كده إن شاء الله إن شاء الله إنما الناس ما تنسجل. بس أنت شفت كورت. يعني اتفرجت على الفيديوهات كثيرة جدا جدا ليه. الحين ما سعدنيش حان بتبعش الدورة التونسي بشكل كبير فما شفتوش. ولكن شفت فيديوهات كثيرة جدا ليه عنده إمكانيات كبيرة جدا جدا. ومن أهم مميزاته إنه بيلعب على المرمى بشكل كبير جدا. رجليه فيها دقة الشمال فيها دقة كبيرة جدا. رؤية لأنه بيصنع أهداف وأعتقد إن كان ليه ثلاثة أربعة تمامات حسيمة في الممبارات اللي فات في بداية الدورة التونسي. لعب مميز جدا لكن إن شاء الله نتمنى له التوفيق بيزنا لك. خالد عبد الفتاح. خالد يعني اتفاقنا إن إحنا محتاجين حد في الحتة دي. في ظل غياب أكرم توفيق. وطبعا مع محمد هيني. وأعتقد إن هيني يعني في الممبارات اللي فاتي بتدى يرجع لشكل كبير جدا. ووضح إنه مميز. فكرني بهاني بتاعكسها حسيت إنه هو دهاني. المنافسة تخلي إلي من أفضل. يعني خالد من اللعبة المميزة جدا جدا. من أهم مميزاته نحية الدفاعية. التمركز في نحية الدفاعية. التي كان يتمايز بها أكرم توفيق طبعا قبل الإصابة. يعني يحافظ هذا المكان. وبالتالي عنده انطلاقات كمان في النحلة وجمية مميزة جدا بيلعب بشكل دائم في فريقه السابق وبالتالي عنده امكانات كبيرة ان شاء الله انسجامه مع النادي لالي كورتو كمان كويسة جدا أو حلوة جدا وبالتالي انسجامه ان شاء الله مع الفرقة بإذن الله يكون سريع وان شاء الله نستفيد به بشكل رائع جدا هاخد الاربع المطشات اللي جايين دول مع بعض كده في إطار المنافسة قبل ما نروح لده احنا لسه محتاجين مهاجم اتمنى ان شاء الله كنت اتمنى انا كنت لسه بتكلم انا واحمد قبل الفصل انه يعقوبه فعلا هي دي نوعية المهاجمين اللي احنا بحتاجينه ولكن انا بشكر الجهاز الطبي طبعا لنادي الاهلي لانه مهم جدا جدا الفصل في الامور دي علشان ما يحصلش مشاكل كتيرة لللاعب تؤدي في النهاية انه المشكلة عند الجهاز الطبي لا دكتور احمد عبدالحيا كان متواجد طول الوقت والتقرير الطبي اثبت انه يعني عنده مشكلة او هيكون عنده مشكلة او خلينا برضو نحط الامور انا يمكن كلمت في ده اشرف اللي ده الولد سليم بنسبة ما في المياه صحيح وبيلعب بشكل مستمر واساسي اخر موسمين وماشتكاش من اي حاجة ومعندوش اي اصابة التخوف الوحيد هي فكرة طبيعة المنافسة انت بتتكلم هل عن انتقال من نادي عادي لنادي بطل بيلعب على مستوى بطولات عدد من البطولات كبير جدا بيلعب في الظروف مختلفة تماما عن اوروبا بيلعب في ملعب افريقية بيلعب في ملعب محلية ممكن يعني انا اسف يا بس ده حقيقة مش متابقة للمواصفات بيلعب كم من المباريات يختلف تماما عن كم من مواصفات فبالتالي كل دي نقاط تم اخداف الاعتبار لكن نأكد انه يا عزيزي عقوبو او دي نقطة مهم عشان الناس بستفهم او تتفاهم المتوف او لكن ونقس استدراءة تقولك بعمل عملية من 2019 وبيلعب ومعندوش مشاكل وهداف ومقدي وكل حاجة طب ليه لا فاحنا بنشرح ستحمله لطبيعة اللعب في النادي الاهلي والمختلفة اللي هيلعب فيها ومباريات وعدد المباريات والأرض او الملاعب اللي هيلعب فيها لا يعني هيبقى فيها صعوبة شوية صحيح نتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي حد بالمواصفات دي لانه فعلا من المهاجمين المميزين اللي بيحتاجهم او طبيعة اللعب اللي بيحتاجها النادي الاهلي ان شاء الله الفترة الجاية والله ايو حتى يعني من الواضح ان كل الاسماء بذات في الناحية الهجومية اللي كانت محطوط عليها العين يعني مارسيني ولا انت كنت بتفوضوا في المركات والصيفي فوفانا اللي بيلاع في الدول النرويجي بمناسبة فوفانا اللي احنا كنا حطينا عيننا عليه راح تشلس خلاص اتمل عاننا على الصفقة بشكل نهايي في اناير بيبقى الموضوع صعب برضو يعني فرصة انك تلاقي حد بمواصفات كبيرة جدا وتقدر تتعاقد معاه كون عنده مثلا ظروفه او عقده هينتهي بنهاية الموسم فتقدر تجيبه بمبلغ مادي مش كبير يعني برضو المواضع دي صعبة جدا جدا في الناحية انما ممكن نشتغل على الصيف انا مش هقولي اسماء بس يعني بس ان شاء الله يعني المركاته ده مش هتقفل الا ما يكون فيه ان شاء الله تأكدوا يعني ان فيه مهاجم ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله كنت عايز اكلمك على المرحلة اللي جاية ككل بداية ان شايف يعني برضو خليني اقول اسبوعين دول زي ما كانوا على مستوى نتاج في مصلحتنا جم يعني على عرب الفرقة اللي بتنفسك بشكل عكسي الزمالك خسر قدام عصوان فرقة محترمة جدا لعبة جيم كبير بصراحة والرمادي مدرب لازم تقوله يعني شابو تمنا له توفيق الاستمرار طبعا ثم الدخلية ثم الدخلية بعد كده برضو معرضش حتى مدرب ممايز جدا كده ان يخطف التلات نقاط صحيح فتعصر الزمالك في المباراتين متتاليتين انت اريدي قدام بيرامز واحد من نفسين المباشرين ليك خدت منه ثلاثة بنت وحرمتهم ثلاثة بنت شايف الاسبوع اللي فات ده والجولتين اللي فيه يأثروا ازاي على شكل المنافسة وحجم التوتر اللي هيتصدر لنادي الزمالك طبعا طبعا انت متخايل وانت بتنافس وانت في النقاط المتساوية بيكون المنافسين عندهم ضغوط كبير انا انه عارفين النادي الاهلي في اي وقت بيرجع وفي اي وقت بيتصدر مرة تانية بيبقى متواجد لما بيبقى فيه فرق نقاط كده اعتقد وبشكل كبير جدا وده على مدار تاريخ النادي الاهلي باستثناء يعني فترات بسيطة جدا حصل فيها ده انه لما بتتصدر كده البطولة بيبقى فيه تركيز كبير جدا اكبر وافضل بكتير من انك تبقى ماشي واحدة واحدة اعتقد ان النادي الاهلي التركيز اللي موجود فيه دلوقتي هو التخوف بس الوحيد هو انك بتلعب في اكتر من بطولة بقى يعني خلاص مع بداية شهر اثنين هتبقى تخل كاس عالم اندي هترجع منه على بطولة افريقيا هتبقى خلاص منشغل فيه تلت اربع بطولات في الموسم والصفقات اللي بيكلم فيها دلوقتي او اللي بنقول دايما اربع خمس صفقات ان شاء الله في يناير ده اعتقد انها تساهم بشكل كبير في ان يبقى عندك القدرة على الاستمرارية في المنافسة على كل البطولات دي وانت متصدر طبعا بتديلك معنوات كبيرة جدا بتديلك دوافع كبيرة جدا خلي بقى لك ويعني على تواصل مع لعبين كتير في النادي الاهلي تخوفهم الكبير جدا جدا على الجماهير من ضيع الدورة الموسم ده هيخليهم يركزوا بشكل كبير جدا جدا لانه الجماهير او لعب النادي الاهلي عارفين كويس قوي يعني ايه بطولة رغم اهمية البطولة افريقيا وتوجودك في كاس العالم اندية ولكن هم عارفين قد ايه دوري مهم جدا جدا يعود لنادي الاهلي الموسم ده فاعتقد ان التركيز هيبقى اكبر انت محتاج تركيز كبير جدا جدا غرفة خلع الملابس في النادي الاهلي مهمة جدا جدا لا وعاولين كمان نستغل التعصر ده طبعا احنا انا مش هدوس على الجرح واكلم على مشاكل قط الليبس وهتكلم على فضايح قط الليبس وهتكلم على اقالة فريرا او استقالة فريرا يعني انا دايما مش معني بدا لكن في النهاية لكن في النهاية انت انا بكلم على مستوى المنافسة فبالتالي انت لما المنافس بتاعك يتعطل او يبقى عندهم مشاكل انت بحتاج تضغط وتوسع الفارق دوافع جديد عشان تقدر تكمل وتوسع الفارق ده وده حصل في موسم كتير جدا لما بتمفرد كده بالصدارة بفارق خمس ست نقاط او عشر نقاط حتى تروح لماطش الزمالك وانت صحيح الاهدأ اعصابا الاقل ضغوطا هتبقى كل الضغوط موجودة عند المنافس فبالتالي وماطش الزمالك جاي في توقيت مهم ماطش الزمالك جاي قبل ما تروح كاس العالم على طول انت عندك مصري يوم الخميس اللي جاي وبعدا جيدا سموحة في الكاس بعدا كده الزمالك وبعد كده اعتقد الجيش او البنك الاهلي البنك الاهلي وبعدين الجيش كده اعتقد تتأجل أنه الاهلي هيسافر المغا enclosed يعني هم اعتقدوا الاربع مباريات دول المصري وسموحة كلهم متشاط صعبة وكلهم متشاط مهمة جدا يعني مبارات صعبة جدا يعني مباراة المصر اللي جاية مباراة مهمة جدا جدا عشان تستمر في الصدارة فريق عنيد جدا ويمتلك مجموع من لعبين الجايدين صار أعرضه مهتزة في الفترة الأخيرة صحيح وفي التختيب العائشة هو يجي طبعا قدام الأهلي ما تكلمنيش أحمد عن إن فريق متعسر احنا دايما بنشوف الفرق كل الفرق وده من ناد الأهلي بشكل مختلف تماما التكتلات اللي بتحصل تكتلات الدفعية الكبيرة جدا جدا يا راجل لما يجي يشوف آخر 3-4 ماتشاط لكل فرقة يلاقيها رايحة يمين وجايش مال وبعاكده يبني خطته وينزل في الملعب يلاقي فرقة تانية خالص بروح تانية خالص شيء صحيح لسه برضو مخدش على أجواء الدول المصر ما دي المشكلة فهتبقى مباراة صعبة جدا طبعا يعني شايف أن دايما مبارات المصر دايما بيكون فيها صعوبة ولكن ناد الأهلي بهذا الأداء واحترام المنافس بهذا الشكل وطرية الأداء المختلفة اللي راجع لها ناد الأهلي زي بداية الموسم مع طبعا طبعا اللعبين اللي رجعوا بشكل كبير جدا جدا لمستواهم الطبيعي خاصة في خط وسط الناد الأهلي وخط دفاعاته لا يعني أعتقد إن شاء الله مباراة إن شاء الله إن شاء الله ناد الأهلي يدر أتخطى مبارات المصري الأربع مباراة طبعا إجمالا مباراة مهمة جدا في أنك تقدر تروح وأنت مرتاح نفسيا أو على الأقل جاهز بشكل كبير الفكرة دلوقتي في أنك الروتيشن اللي بيحصل من ميستر كولر لا هناك مشكلة هنا ستوب لأن أنا عندي السؤال ده مرتبط بأن أنا النهاردة أنا عارف طبعا إنه فكرة إنه في قط اللبس إحنا هنلعب ماتش بماتش وعارفين إن إحنا مش هنفكر في ماتش الزمالك ولا اسموح إحنا بفكرش غير في المصري صحيح سكان ده يتقال في قط اللبس كلام بيني وبين الجمهور نقعد مع بعض الجمهور نقول إحنا عندنا أربعة ماتشات عايزين نوصل فيهم للتوليفة الأمثل ونوصل فيها لعبتنا صفقات جديدة دخلة يبقى فيه إنسجام وتفاهم طبيعي جدا اللعيبة تلعب جانبه بعض لعيبة دي لما يحتاجها تبقى متجنسة عندي لعيبة تانية كانت بعيدة وتتجهز أنها ترجع عندي طاهر عندي بلسيتاو دول في المراحل الأخيرة عندي عمار يبدو أنه كمان هيبقى له دور في الفترة اللي جاية ما ظهرش في الفترة الأخيرة فأنت عندك مجموعة أهداف مطلوب منك بالإضافة للمكسب مجموعة أهداف مطلوب منك إنك تحقق في الأربعة ماتشات دول عشان تروح بفريق جاهز لكاس العالم تتحرك إزاي وتعمل إيه؟ دي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه أي مدير فن إنه يبقى عندك مجموعة كبيرة من اللعبين محتاج تجهز البعض ومحتاج تلعب بفرق أساسية عشان تحصل على النقاط عشان تكمل المنافسة على البطولة عندك بطولة تانية يعني كمان إسبوعين وبالتالي أنت محتاج تجهز أو تروح زي ما قلت يا أحمد بتسافر وإنت فرقتك في التوب فورم بتاعها يعني الأزمات دي دايما اللي بيبقى موجود فيها المدير الفني محتاجة شوية إنك الجميع يبقى جاهز يعني بمعنى إنه أنا هلعب هسبت التشكيل شوية ودي النقط اللي كلمنا فيها الحلقة اللي فاتت إنه ما ينفعش عمل روتيشن في عدد كبير من اللعبين ولكن أنا ممكن أدخل كل مباراة خاصة أنه عندي أربع مباراة هون يعني عندي مساحة إن أجهز الجميع يعني أربع لو كل ماتش هلعب في 16 يعني آه عدد مميز يعني هتبقى بجهز فرقة تانية يعني لو لعبنا ب11 عندك 64 مكان تلق تجار فيه مضبوط فأنا قدر أجهز الجميع ولكن ما ينفعش يبقى عندي الروتيشن الكبير تلات أربع لعبين كل مباراة ده بيعمل دروب في الأداء فأتمنى إن شاء الله يعني الروتيشن يبقى في عدد محدود من اللعبين واتصفقات الجديدة مهمة جدا جدا أنها تدخل وأنا أعتقد بشكل كبير أن كريستو وخلد عفتاح وإن شاء الله الإسمين اللي جايين إن شاء الله خلال أيام بسيطة إن شاء الله يكونوا لهم دور وأنا واسق أنهم هينسجموا بسرعة علشان أنا بقولك أن اللعبين المهاريين يعني فيه سهولة كبيرة جدا أنهم هينسجموا مع طيب بمناسبة اللعبين المهاريين سؤال من الجماهير على برونو سافيو برونو سافيو لعيب إمكانياته ومش محل تشكيك يعني الحقيقة اللي شاف مشواره مع بوليفار يتأكد إنه لعيب في منطقة الخطور ويملك إمكانيات مهارية كبيرة جدا لكن يبقى أنه مرضوده مع الفريق لغاية النهاردة ما ظهرش بالشكل اللي يتناسب مع توقعات الناس منه علامة الاستفهام دي شايفها إزاي هل هو لسه مندمكش هل يحتاج مزيد من أعداد بدني هل القصة قصة معنويات يعني شايف برونو سافيو إزاي أنت وقفت على تلات نقاط أعتقد أهمهم الإعداد البدني المختلف لأنه البطولات اللي بيشارك فيها برونو سافيو هنا وللسه هيشارك فيها مختلفة تماما عن بوليفيا يعني أنت هتلعب هنا الدور المحلي أصبح في المشاركات فيها قوة بدنية كبيرة جدا فيها التحامات كبيرة جدا جدا ما كانش متعودة عليها أعتقد في الدور البوليفي هتدخل أفريقيا معترك تلي تماما أعنف بكتير نوعية اللي عابد المهارين فعلا محتاجين شوية مع المهارات الكبيرة جدا والموهبة الكبيرة جدا دي محتاجين إعداد بدني بشكل مختلف أتمنى أن النقطة دي لأنها تحديدا مهمة جدا جدا لبرونو سافيو محتاج المعد البدني اللي موجود يشتغل على اليقى البدنية ويشتغل على القوة الجسمانية لأن برونو سافيو محتاج الناحيتين دول بشكل كبير جدا وأتمنى إن شاء الله أنه الناس تصبر هو لسه عنده إمكانيات كبيرة ولكن أنه تطدون حيفره كتير جدا جدا مع الفترة الأهلي كم على عشر في المباراتين اللي فاتوا أنا شخصيا أديله تمانية على عشر عودة الروح دي بالأداء ده باحترام المنافس ده بالتنظيم ده داخل الملعب تمانية من عشر نبني عليه وشيء يعني يطمن لحد الجيل جدا إن شاء الله بإذن الله جاي زي ما بدأنا نقول اللي جاي يبقى أحسن وأفضل إن شاء الله نورت دنيا عشر شكرك جدا جدا أحمد وبشكر ربنا خليكم بشكر جدا 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 جمهور نادي الأهلي في كل مكان اللي أتمنى إن شاء الله أنه يفضل بيدعم النادي الأهلي طول الوقت كما هو وكما هو دائما يعني طبع بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دائما نتقابل في السادسة تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر